السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مراجعة نهاية الفصل الدراسي الثاني مادة الدراسات الاجتماعية الصف السادس الوحدة الخامسة جغرافيا بعنوان نحن والبيئة أولا البيئة والتنمية المستدامة سين واحد ما المقصود بالبيئة هي كل ما يحيط بالإنسان من مكونات حية ومكونات غير حية ما تقسيم الموارد الطبيعية تنقسم الموارد الطبيعية إلى الموارد المتجددة ومن أمثلتها الرياح والماء والشمس الموارد غير المتجددة مثل النفط والغاز سين ما أسباب استنزاف الموارد الطبيعية أولا استغلال استغلال الإنسان المفرط للموارد الطبيعية مثل الإصراف في الماء زيادة الطلب على الموارد الطبيعية مثل قطع الأشجار سؤال ما هي سلبيات استنزاف الموارد الطبيعية الجواب تدهور البيئة أو تدهور التربة ظهور مشكلة التلوث البيئي انقراض العديد من الحيوانات انتهاء مصادر الطاقة ما المقصود بالتنمية المستدامة تعريف هي توفير احتياجات الأجيال الحالية من الموارد الطبيعية دون الإضرار باحتياجات الأجيال القادمة ما هي أهداف التنمية المستدامة الاستثمار الاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية توعية السكان بالمشكلات البيئية استخدام التكنولوجيا الحديثة بما يخدم تنمية البيئة ما هي طرق تحقيق التنمية المستدامة أولا ترشيد الاستهلاك ثانيا استخدام الطاقة المتجددة ثالثا إعادة تدوير النفايات ما المقصود بالتدوير المقصود بالتدوير هي عملية إعادة تصنيع واستخدام المخلفات سواء المنزلية أو الصناعية أو الزراعية للاستفادة منها وضح مظاهر التنمية المستدامة تنويع الانتاج الزراعي تحسين الانتاج الحيواني استخدام التكنولوجيا في التنقيب عن المعادن انتهت أسئلة الدرس الأول والآن مع أسئلة الدرس الثاني أيضا بعنوان نحن والبيئة ولكن الدرس بعنوان التصحر أول سؤال معنا ما المقصود بالتصحر التصحر تحويل أو تحول أراض أراض صالحة للزراعة إلى أراض صحراوية أو شبه صحراوية بسبب التغيرات المناخية والأنشطة البشرية مرة أخرى تحويل أراضي صالحة للزراعة إلى أراضي صحراوية أو شبه صحراوية بسبب التغيرات المناخية والأنشطة البشرية هنا ما أسباب التسحر هناك عاملان عوامل طبيعية وعوامل بشرية العوامل الطبيعية لأسباب التسحر زحف الرمال وإنجراف الطربة أما العوامل البشرية الرعي الجائر والزحف العمراني سؤال وضح آثار التسحر من آثار التسحر قلة الإنتاج الزراعي حدوث المجاعات والجفاف ما هي وسائل مكافحة التسحر؟ التشجير وزيادة المساحات الخضراء حماية الغابات من القطع الجائر للأشجار تثبيت الكثبان الرملية وقف الزحف العمراني على الأراضي الزراعية سؤال اعطي أمثلة على خطورة التسحر في العالم منها فقدان الصين أكثر من ألفي كيلو متر مربع منها تدهر نصف مساحة الغابات في الهند أيضا زحف الرمال في دول الخليج العربي وأخيرا أكثر أراضي العالم عردة للتسحر في قارة إفريقيا معلومة أكثر أراضي العالم تعردا للتسحر تقع في قارة إفريقيا انتهت الأسئلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته